عمليات الاعدام الجماعي في العراق تعود إلى الواجهة مجددا متمثلة بعشرات المعتقلين الذين يرتقبون اعداما وشيكا يفتح باب المخاوف على مصير آلاف المعتقلين الذين يقبعون في السجون الحكومية بتهم ملفقة ومنتزعة تحت التعذيب كما أكدت ذلك مرارا منظمات حقوقية دولية ومؤخرا أثار حديث وزير العدل خالد شواني الجدل بكشفه عن وجود ثمانية آلاف محكوم بالاعدام من مجموع عشرين ألفا من المدانين بذريعة الإرهاب هؤلاء الثمانية آلاف المحكومون بالاعدام لا يجدون من يتدخل لإنقاذهم من مذبحة تأخذ أبعاد طائفية حيث تقول منظمة هيومين رايتس ووتش إن محامين أكدوا لها أنه من المستحيل بالنسبة لهم أن يمنعوا إعدام الضحايا الذين يمثلونهم وتؤكد المنظمة أن المحاكم في العراق تعتمد بانتظام على اعترافات غير موثقة وتتجاهل المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية حيث يمنع المتهم من الدفاع عن نفسه ويمثلوا أمام القضاء بعد أن يتعرض لصنوف التعذيب ويجبر على الاعتراف بتهم لم يقترفها شهادات من أهالي المحكوم عليهم بالاعدام وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية وكلها تجمع على عدم نزاهة الأحكام القضائية وخضوعها لرغبات طائفية وانتقامية متورطة بها الأحساب النافذة وسبق أن شهد العراق عمليات إعدام جماعية كالتي حصلت في سجن ناصري عام 2017 حيث أعدما 41 شخصا ومن ثم 38 شخصا بفارق أقل من ثلاثة أشهر فإذا كان هذا الحال في السجون الحكومية فكيف هو حال عشرات آلاف المغيبين قسريا في سجون الميليشيات حيث طويت قصتهم ولا يدل على أثرهم إلا المقابر الجماعية التي تكتشف بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر